المركز الكاتوليكي للسينما يعني أولا حضرتك يقول لي هو مركز ديني كاتوليكي ويهتم اهتمام كبير بالسينما وله طبعا احتفالية سنوية كيف جاء هذا الربط؟ خصوصا أنه هذا المركز هو من أقدم المراكز في مصر بداية طبعا فيه مكر حدي يتسأل مع كلام حضرتك طب إيه اللي دخل رجل الدين مع الفن والأخرم سنة 1936 قدست البابا بيوس 11 أرسل مرسوم لأسقفة أمريكا ولما يرسل البابا مرسوم يعمل أنها لازم يطبقوه قال لهم يا جماعة فيه اختراع بقالوا سنين يعني يريد نستفد منه السينما نقدر نوضف احنا ونشجع الحاجة الهدفة في السينما من أجل خير المجتمع ومن أجل الخير والجمال والحق فكرة جميلة جدا من وقتها حضرتك نشأ المركز الكاتوليكي العالمي بدأ الأول في بلجيكا وبعدين في هولندا وبتدأ بقى ينتشر في العالم كله سنة 1949 مورخ السينماية الأستاذ فريدي الميزاوي شجع الرغمان وفرانسيسكان لأن الرغمان وفرانسيسكان يحبوا الفن من ناحية عن زي الموسيقى أو غيره فطبعا أكيد يشجعوا أي فن فقال له طب إحنا ليه ما نعملش مركز نشجع الشباب نشوفوا الأفلام ونعمل كل أسبوع مثلا عرض فيلم فرنسيا وإنجليزيا أو أفلام المصرية وفي نفسه نعملهم الندوات فرحب طبعا الحمد لله كان أبونا اسمه بوتروس فرانسيدس ولما رحب نشأ المركز وسنة 1952 يعني بعد ذلك ثلاث سنين قالت محرزينها من مهرجان منافسة شريفة جميلة نختار الأفلام اللي بتعرض تجاريا من 1 يناير ل31 ديسمبر تناسب معاييرنا لأننا جهة دينية معايير أخلاقية إنسانية فنية وبالفعل من وقتها يعني حركة السنة دي إن شاء الله نحتفل بـ 72 سنة مهرجان المركز الكاتوليك على هذا المركز على هذا المركز وهذا المنوال بمعاييرنا يعني فكرة الجمع ما بين الدين والفن والفن هنا بنتكلم على الفن الراقي هما مش متعرضين على الإطلاق خالص يعني أنا أقول حالك مثال بسيط عايزين نتكلم في موضوع مثلا خطبة أو عزة عن السلام عن المحبة عن التربية عن حاجات كثيرة جميلة جدا دي مهما إحنا قولنا كرجال دين مش هنوصلها أسرع وأقوى من الفن بمعنى الفن لما بيجي تكلم عمل فيلم عن السلام والفيلم عن ابتعاد عن مثلا الإدمان عن حاجات كثيرة جدا زي مشوف في أفلام كثيرة بناخدها وهدفها بتوصل أسرع لأن الفنانين اللي هم ملايين معجبين وبتفضل في ذهن الإنسان عن طريق ممكن الخطبة الواحد أو العيذة يسرح شوية أو يحس إنها طويلة أو الأفكار تضوهم إنه لكن عن طريق الصورة والموسيقى والصوت وكل التفاصيل دي الشخص بيركز وممكن تفضل في ذهنه جميلة جدا فالإتنين مع بعض ما بيتعرضوش سلامة الفن ودائما نقول الفن كويس لما بنكلم عن الفن دائما معروف رسالته كويسة يبش نقولك إحنا لما نقول حاجة مثلا حبيطة مش تبقى فن ما درشوا لحاجة مبتدلة أقول ده فن ده لا دي حاجة تانية مش مو فن يعني بس هو فعلا يعني شيء جميل إنه كتير بيسألوا يعني كلمة إيه المركز الكاثوليكي للسينما فاللي ما رحوش المركز أو مش عارفين حاجة عنه دائما بيسألوا إيه دخل المركز الكاثوليكي وهو له صبغة دينية بالسينما حضرتك دلوقتي يعني شرحت هزا ودي لأنه لازم يعرفوا إن الجهة الدينية بتشجع الفن الهادف وده حاجة حلوة يعني بتقولهم يا جماعة مش ده ما بيعتقد البعض إنه الفن حرام والفن كادر لا 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 الفن دي رسالة لأنه إحنا عارفين في الأديان ما في الأديان موجودة في كتب المقدسة هتلاقي حركة القصص أي ما القصصة برا هي بتتاخذ دي بتتعمل مثلا من نوع من أنواع الفن من نوع من أنواع الفن حضرتك القصص والروايات وكل ده داخل الدين لأنه بيوصل الرسالة بطريقة جميلة جدا عشان الناس تستواب حسب الجمهور الأدامي أو غيره